ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بحبل ولايته والثابتين على محبته والآخذين بمنهجه ومنهج أبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث عن الغدير وعن ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يجرنا إلى الحديث عن مسألة ما نتميز به أو ما يميز الإنسان الموالي ومقومات الولاء الولاء ليس هو مجرد المحبة لعلي صلوات الله وسلامه عليه وأبنائه المعصومين وإنما عنوان الولاء الذي هو أحدى الفروع الدين التي يجب الإقرار بها والعمل بها الولاء الولاء ليس مجرد محبة قلبية وإنما الولاء يقوم على عناصر أربعة العنصر الأول هو الاعتراف العنصر الثاني هو عنصر المحبة العنصر الثالث وهو عنصر البراءة والعنصر الرابع وهو عنصر الطاعة إذا تحققت هذه العنصر الأربعة صدق على من توفرت عليه هذه العنصر واجتمل عليها أنه موالياً لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ومتى ما انخرم ركن من هذه الأركان أو انتفى عنصر من هذه العناصر فلا يتحقق عنوان الولاء وإنما مجرد المحبة المسلمون جميعاً اتفقوا على محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولا يوجد أحد ممن يتجه إلى القبلة ويقر بالشهادتين لا يعترف بوجوب محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وذلك لأن القرآن صريحه الذي يعترف به جميع المسلمين جعل محبة أهل البيت أجر الرسالة قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة وهذا مورد اتفاق وإجماع جميع المسلمين على لزوم محبتهم وبهذا العنصر عنصر المحبة يشترك جميع المسلمين في هذه القضية ولكن الأمر الآخر الذي وقع مع حل اختلاف واجتهاد بين المسلمين هي العناصر الثلاثة الاعتراف بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم ومسألة الأجوب الطاعة لهم والبراءة من ظالميهم وأعدائهم هذه العناصر الثلاثة هي التي وقعت محل الاختلاف فيما بين المسلمين كما هي القضايا الاجتهادية الأخرى شيعة أهل البيت تبعا لأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم يرون أن الولاء لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر هذه العناصر الأربعة مسألة المحبة ومسألة الإقرار والاعتراف بإمامتهم وجوب طاعتهم ومسألة البراءة من أعدائهم أريد أن أقف عند هذا العنصر المهم وهو عنصر الطاعة لا يكتفى في الإنسان الموالي الذي يتحقق بهذا العنوان وهو عنوان الولاء لأهل البيت مجرد أن يعترف بإمامتهم الاعتراف بالإمامة وأنهم أئمة منصوبون من قبل الله تعالى ويجب طاعتهم لا يكتفى به ولا يكون هذا محققا للولاء الحقيقي الولاء هو انتساب وهذا الانتساب يمثل مسؤولية لما نقول نحن موالين لعلي صلوات الله وسلامه عليه وللأئمة من أهل البيت يعني يمثل انتماء ويمثل انتسابا هذا الانتماء وهذا الانتساب لعلي صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته يمثل مسؤولية تتجسد في الولاء مسؤولية كبرى كون الإنسان مسلما منتميا إلى الإسلام منتسبا إلى الإسلام منتميا إليه يعقس مسؤولية الالتزام بالدين أصولا وفروعا كون مواليا لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يضاعف من حجم هذه المسؤولية هذه المسؤولية تكون مسؤولية مضاعفة مسؤولية مكررة لابد أن نلتفت إلى أن انتماؤنا لمذرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذي نعكسه بقولنا أننا شيعة لعلي صلوات الله وسلامه عليه وللأئمة من ذريته معنى يضاعف علينا المسؤولية يضاعف مسؤولية الانتماء وهذا ما عكسته الكثير من النصوص كثير من النصوص لما نقرأها تعكس هذا المعنى وهذا المضمون يأتي الشخص إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول أيكتفى ممن ينتحل هذا الأمر بالمحبة الإمام يستنكر يقول ما شيعتنا إلا من أطاع الله واتقاه مو مجرد أن أقول أنا محب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يكفي في صرق هذا العنوان على الإنسان المنتمي وكونه شيعيا التشيع الحقيقي هو معناه مضاعف لمسؤولية الانتماء ومضاعف لحجم هذه المسؤولية وذلك من خلال إطاعة الله وتقوى مضمون رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما شيعتنا من اتق الله وأطاعه وأقام الصلاة وأحسن الجوار لمن جاوره وبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكتفى في الإنسان الشيعي مجرد أن يحمل هذا العنوان ويحمل مسألة المحبة القلبية ويقول أنا منتميا لأهل البيت ولمدرسة أهل البيت مواليا لأمير الموني والأئمة من ولده وإنما يعني ذلك مسؤولية الانتماء مسؤولية الانتماء التي تتجسد من خلال طاعة الله سبحانه وتعالى من خلال الإتيان بما أمر الله عز وجل والوقوف والانتهاء عن ما نهى الله عنه عز وجل التقوى لله سبحانه وتعالى في الخط العام الإنسان يجب عليه بمقتضى انتمائه للدين أن يكون متقيا بمعنى يحذر في كل ما يكون فيه غضب الله التقوى من الحذر من الاتقاء فيتق الله عز وجل في كل ما من شأنه مضنة الخطر مضنة العقاب مضنة الغضب الإلهي فإذا حاذر عن كل فعل يوجب صخط الله ويوجب غضب الله عز وجل هذا هو المتقي إذا انتمى لمدرسة أهل البي صلى الله عليه وسلم وعليهم تضاعف عليه هذه المسؤولية تتضاعف فيكون انتماؤه يضاعف المسؤولية ويضاعف هذا التعهد والالتزام هذا الالتزام يكون التزام مضاعف وهذا التعهد يكون تعهد مضاعف إذن نحن أمام الروايات التي أكدت على أن التشيع ليست مسألة انتحان وليست مجرد اعتراف وإقرار مع أن هذه عنصر يتوقف عليه عنوان الولاء ما لم يعترف الإنسان بإمامتهم وأنهم أئمة منصوبون من قبل الله عز وجل لا يكفي ذلك في تحقق عنوان الولاء بل لا بد من الاعتراف بإمامتهم مع لزوم ماذا الطاعة أن الإنسان يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبكل ما دلل عليه أئمة أهل البيت وما دللت عليه أحاديثهم من لزوم طاعة الله عز وجل في كل ما أمر والوقوف عند كل ما نهى المفارقة اللي نعيشها هذه المفارقة الكبرى أننا أخذنا بالعنصر الأول والعنصر الثاني وهو عنصر الاعتراف بإمامتهم والاعتراف بأنهم أئمة منصوبون من قبل الله وأخذنا بالمحبة لهم والمودة لهم ولكن المفارقة الفجة في سلوكياتنا كأناس ننتمي إلى مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم مسألة لزوم الطاعة ليس الطاعة في الخط العام وإنما قصدي من الطاعة في التفاصيل والجزيات وهذا ما نفتقده وهنا تقع المفارقة المفارقة سلوكياتنا كسلوكيات مع وصايا وأوامر وما قرره أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم من مواصفات هنا تقع المفارقة المفارقة أننا لا نستطيع أن نقول أننا شيعة حقيقيين إلا إذا التزمنا بكل وصاياهم وتعاليمهم وإلا هذا ما نطقت به جملة من الروايات وأكدته جملة من الروايات أن هذا الشخص الذي يدعي إمامة الأئمة صلى الله عليه وسلم ويعترف بإمامتهم ويؤمن بخطهم كأمر عقائدي من دون أن ينعكس على سلوكه في الالتزام وفي الطاعة هذا ليس بمواليا وإنما هو مجرد محب لأن الشيعي مأخوذ من المتابعة حتى عنوان التشيع في بعض الروايات ما يؤكد هذا المعنى أن هذا الشخص الذي يرى إمامة أئمة أهل البيت كمسألة عقائدية وأنهم أئمة منصوبون من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن لا يتبع ما جاء عنهم لا يلتزم بتفاصيل الخط ولا يلتزم بما جاء به أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم وعليهم هذا لا ينطبق عليه عنوان الشيعي ويعل الإمام ذلك لأن الشيعي معناه من المشايعة والمتابعة والمشايعة والمتابعة في مدلولها اللفظي تقتضي أن يكتفي المشايع لأثر المشايع أنت لما تشايع الشخص لا بد تكتفي بماذا؟ تكتفي بكل آثاره بكل ما جاء عنه نحن الآن أيها الأخوة مقبل علينا شهر محرم الحرام شهر محرم الحرام هذه محطة من محطات الامتحان لطاعتنا لأئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن يفهم أنه فقط في هذا المدة الزمنية يعني مطلوب مننا الالتزام بأوامر عمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم في خصوص هذه الفترة الزمنية من عشرة محرم وفي بقية الأيام وفي بقية الشهور مرفوعا عننا القلب لا أريد أن أقول بهذا المعنى وإنما أقول هذه الفترة الزمنية وهذه المحطة الزمنية بالخصوص هي محطة امتحان لولائنا لأهل البيت محطة امتحان لكوننا شيعة من خلال ما نجسده من سلوكيات من خلال ما نلتزم به من طاعة من خلال إنعكاس وصايا أئمة أهل البيت لنا هذا يمثل امتحان ومع الأسف البعض في هذا الامتحان يسقط في هذا الامتحان هنا يمتحن هنا نمحص ليس مسألة التشيع والولاء والمحبة أن نحضر مآتم ومجالس عاشوراء ولكن مع الأسف لا يوجد التزام بالحجاب كما هو مطلوب هناك حالة من التهاون في النظر وغض البصر ما وجود هذه الحالة هناك حالة استعراضية مع الأسف يعني هذه مناسبة يكون نستغلها نقد الذات والمراجعة والمحاسبة لسيرنا ولسلوكنا مسألة ضرورية حتى نستطيع أن نتقدم على خط الولاء لأهل البيت وحتى نتقدم على خط الطاعة لأئمتنا صلاة الله وسلامه عليهم من الضرورة المحاسبة والمراجعة من دون المحاسبة والمراجعة معناه سوف يكون خلل في هذه المسيرة خلل في ولائنا خلل في طاعتنا لأئمة أهل البيت هذا الحديث قد يكون حديث متكرر البعض يقول هذه مكررات صحيح لكننا أولاً انطلاقاً من مسألة التواصي بالحق من الضروري أن نؤكد على هذه القضايا إلا أمر الثاني أن هذه التصرفات من الضروري التنبيه عليها لأن السكوت عنها إهمالها إخفالها يؤدي إلى خطر عظيم وهو إلحاق الوهن والضعف مثب أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم لأن من يراقب من ينظر نحن تحت المجهر من يراقب من ينظر لا يقول أن هذا تصرف فلان أو تصرف فلانة وأن ما يحسب هذا التصرف على ماذا؟ على العنوان العام يقول هؤلاء أتباع أهل البيت هؤلاء الشيعة والنتيجة أن الوهن والضعف والتشويه سوف يلحق المذهب وهو من أكبر الكبائر لأنه يمكن لك أنت كفرد مع أنه لا يصح أن تلحق بسمعتك ما تشاء مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشوه سمعة نفسه لكن لو فرض إنسان لا أباني ضرر ذلك عليه على سمعته لكن لما يكون التصرف محسوب من خلال الممارسات الدينية لما يكون هذا التصرف محسوب على العنوان العام على المذهب هنا تتضاعف المسؤولية وهنا تعظم المسؤولية مسألة ولاءنا للجسد سواء كانت في أتراح أهل البيت صلى الله عليه وسلم أو في أفراحهم ما نعكسه في هاتين المناسبتين أتراح وأفراح أهل البيت في النتيجة لن يكون مردوده على الشخص وإنما يكون مردوده علينا وعلى العنوان العام وهو عنوان أتباعه للبيت صلى الله عليه وسلم فإذن هذه المحطة الزمنية وهي المحرم الحرام الذي سوف نستقبله بعد فترة وجيزة 12 يوم أو 13 ماذا؟ يوم بعد 12 يوم سوف نستقبل شهر محرم الحرام هنا يتمحص ولاؤنا لأهل البيت وهنا يتمحص اتباعنا لأهل البيت وهل نحن شيعة حقيقيين من خلال التزامنا بكل ما جاء به أئمة أهل البيت وبالتحديد قولهم صلى الله عليه وسلم إنما شيعتنا من أطاع الله واتقى أو أن هذا الانتماء مجرد انتماء شكلي انتماء ظاهر يكون حجة علينا لا حجة لنا لنقف عند هذه المناسبة ونحدد أين موقعنا من ولاء أهل البيت صلى الله عليه وسلم أين موقعنا من هذه النسبة الشريفة نسبة التشيع اللي بعض أصحاب أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم على علو مقامهم وعظيم درجتهم يتخوفون منها أحد أصحاب أئمة أهل البيت ولعله في بالي أنه زرارة أو غيره شخص قال له أنت شيعي رافضي بكى بكاء شديدة استعجبوا منه فقال لأنني نسبتني إلى قوم أخشاء لا أكون منهم هي مجرد تلاعب بالألفاظ وإنما هي انتماء حقيقي من خلال تجسيد تعاليم ووصايا وأوامر أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم إذن نحن أمام تحدي من خلال هذه المناسبات لا أقول فقط من خلال هذه المناسبات نحن في تحدي طوال الخط في تحدي في إيماننا سلوكياتنا طبيعة معاملاتنا في كل هذه نحن في تحدي بالفعل أننا شيعة حقيقيون كما قال أئمة أهل البيت إنما شيعتنا من أطاع الله واتقاه أو أننا مجرد نتقمص هذا العنوان في يكون حجة علينا لا حجة لنا سوف نرى بالفعل في عشرة محرم مع الأسف كثير من السلوكيات بل ربما تكون بعضها مظاهر لا تعكس هذا الولاء الحقيقي الذي يتقوم بعنصر الطاعة لا مجرد الانتماء الشكلي والظاهري الانتماء الشكلي والظاهري لا يعكس الانتماء الحقيقي الذي يعكس الانتماء الحقيقي هو عنصر الطاعة مسألة الملاحقات والمعاكسات هذه موجودة بين الشباب والشابة مسألة أنه الخروج بشكل لا يعكس الالتزام بالحجاب موجودة عدم غض البصر غض النظر هذه موجودة مسألة بعض الألبس الغير اللائقة حتى من الشباب ودخولهم إلى مجالس العزاء والمساجد في الشوارع هذه موجودة مسألة الكلام البذيء والعياذ بالله موجودة الألفاظ الغير اللائقة موجودة مسألة التباغب والخصومات موجودة تجد هناك خصومة فيما بيننا تقاطع فيما بيننا تدابر فيما بيننا في حين أن أئمتنا صلاة الله وسلامه عليهم في وصاياهم المتعددة كانوا فيما يؤكدون عليه مسألة التواصل والتزاور ونبذ التقاطع والتدابر والخصومة الإمام الرضا صلاة الله وسلامه عليه في وصيته أو في رسالته لعبد العظيم الحسني يقول له أبلغ جميع شيعتنا وموالينا السلام وأوصهم بتقوى الله واتباع أمره وأن يتزاوروا ويتواصلوا في بيوتهم وأن لا يتدابر ولا يتقاطعوا موجودة هذه المظاهر بعض الأحيان الخصومة لأسباب ماذا تافهة تدابر في سواء كان بين أفراد العائلة أفراد الإسراء أو في دائرة العامة للاجتماع العام لنا موجود هذه السلوكيات موجود هذه المظاهر وهذه كلها تحديات ما أريد أن أخلص إليه أن الغدير هو مبدأ الولاء لأئمة أهل البي صلى الله عليه وسلم والإقرار بإمامة أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين هذا الإقرار لا ينبغي أن يكون مجرد إقرارا باللسان فاقدا للعلانصر الأخرى لا ينبغي أن يكون هذا مجرد إقرار شكلي وإنما ينبغي أن يكون إقرارا حقيقيا من خلال الالتزام بالطاعة هنا نكون شيع حقيقيون لأهل البي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا فخر لنا وأما إذا كان مجرد شكليا أو عشنا حالة من الإزدواجية وهذه أيضا ذات خطر على انتمائنا مسألة الإزدواجية تجد إنسان لا يتأخر في صلاة الجماعة لا يتهاون في حضوره في المساجد لكن بالنسبة إلى قسم من المحرمات موجود حالة التهاون يوجد تهاون عنده على مستوى بعض المحرمات والممارسات عنده تهاون في مسألة إبراء ذمته من الحقوق سواء كانت شرعية أو كانت بشرية آدمية عنده تهاون مستعد أن يأكل على الناس ماذا؟ أموالها مستعد أنه يماطل في أداء الدين قد أنه مستعد أنه يأخر صاحب الدين عن أداء دينه ويسافر أسفار ماذا؟ ترفيهية أسفار مستحبة يسافر إلى زيارة يسافر إلى عمرة ولكنه يتهاون يماطل في أداء دينه هذا يمثل حال من الازدواجية لأن الانتماء الحقيقي هو أن نلتزم بكل ما جاء من أحكام شرعية ومن أوامر ووصايا أئمة أهل البيت بالنسبة إلىنا الإنسان لا يجوز له أن يفرط في حقوق الله سبحانه وتعالى أو في حقوق الناس من دون إذنهم ورضاهم شخص متمكن من أداء الدين تشوفه يماطل في أداء ماذا؟ دينه يؤخر أداء الدين للناس ويسافر أسفار مستحبة أو يسافر لعمرة أو يسافر أسفار ترفيهية ويؤخر أداء دينه هذه ازدواجية في السلوك مستعد أنه يصوم صوم مستحب مواضب على الصوم المستحب لكنه لا يتورى عن التفكه بأعراض الناس لا يتورى عن الكلام على الناس لا يتورى عن الغيبة لا يتورى عن سوء الظن وترتيب الأثار كل هذا يمثل ازدواجية في السلوك حذرت منها وصايا الدين ووصايا أئمة الدين ووصايا أئمة الدين صلى الله عليه وسلم عليهم أيها الأخوة الكرام انتماؤنا لهذا اليوم العظيم يوم الغذير هو انتماؤ مسؤولية لا انتماء تباهي وتفاخر التباهي والتفاخر لا ينفع إلا إذا كان مدعوما بالعمل والطاع لله لنجعل من هذا اليوم تعهدا مع صاحب هذا اليوم أمير مونين صلى الله عليه وسلم عليه في أن نلتزم بخطه صلى الله عليه وسلم عليه وأن نلتزم بجميع ما جاء عنهم صلى الله عليه وسلم عليه الذي يمثل الشريعة ويمثل الدين وبذلك نعكس انتماؤنا وولاؤنا للغذير وصاحب الغذير ثبتنا الله إياكم على ولايته ومحبته ونسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمار فقهائنا ومراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام وأن يفرج عن شيخنا الجليل وعن جميع المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر